أهلا وسهلا يسرني أن أتابع معكم موضوع الله الثلوث المرة الماضية تحدثنا عن الله الثلوث في الكتاب المقدس فتحنا العهد القديم ثم العهد الجديد وكان النقاش بعد المحاضرة ثريا وتمتعنا به واليوم نتابع موضوعنا الثلوث الأقدس في تاريخ الكنيسة وعندما نقول في تاريخ الكنيسة يعني كيف فهم أباء الكنيسة وبعد ذلك خلال الألفين سنة إلى اليوم كيف فهمنا وكيف نفهم الثلوث الأقدس لن نجد في الكتاب المقدس كتابا أو سفرا مخصصا حول الثلوث بمعنى توسع في العقيدة لأن في ذلك الوقت تلك الأثناء خلال القرن الأول المسيحي لم يكن هناك تحديات لفكرة الثلوث حتى يتم الحديث عنها باستفادة إنما كان هناك سؤال حول الرب يسوع المسيح بذاته مثلا من هو هذا تتذكروا السؤال لنشأ بذهن التلامذة عندما كان يسوع في السفينة وهدأ الأمواج والبحر قال التلامذة من هو هذا حتى إن البحر والرياح تطيعه من هو هذا وبقي يسوع سؤالا في أذهان التلامذة وكانوا يراقبونه ويراقبون كيف يتصرف والمعجزات التي يجريها ويتساءلون هل هو مجرد إنسان هذا المعلم الذي هو أمامنا أم فيه ما يتجاوز الإنسان وكانوا يتحيرون عندما كان يصلي ويخاطب الله قائلا يا بابا أبي آبا بالسرياني من هو بهذا اللي يحكي مع الله بهذه الطريقة من هو لم نسمع أن أحد من الأنبياء قال مخاطبا الله يا أبي ما حد لم نسمع أحد من المشترعين ولم نسمع أحد من الكهنة لم نسمع أحد من القادة في شعبنا يوما يقول لأله يا أبي من هو هذا أحبائي بينما كان يسوع على الأرض هنا يتكلم هذا الكلام والأسئلة المحيرة في أذهاننا حوله كان هذا تقريبا بين سنة ثلاثين مشاي وثلاثة وثلاثين مسيحية ابتدأ الأسئلة حوله ثم مات عنا فاديا وقام وصعدا وابتدأت اللغة التي تستعمل عنه تقول الرب يسوع المسيح صار في صفة بعد القيامة يطلقونها على هذا المقام من بين الأموال الرب وبين الثلاثين إلى لنقول التسعين عندما كتب يوحنى كداش في من الثلاثين إلى تسعين ستين سنة كانت كل الأفكار التي تتساءل من هو هذا يجيب عنها يوحنى في كتاباته بالقول إنه ابن الله إنه الحامل للصفات الإلهية إنه الإله الذي يمثل الله تماما الذي صار بشرا وحل بيننا إذا رأينا بالأنجيل الثلاثة إذا ابتدأتم بماركوس من هو هذا؟ الجواب عند يوحنى هذا هو الإله المتجسد هذا هو الله في جوهره والله في جوهره صار بشرا وحل بيننا الله في جوهره يعني يحنى واحد واحد في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة من جوهر الله ذاته هذا معناه كلمة وكان الكلمة الله هو من جوهر الله ذاته هذا معنيها لأنه ما فيها قال للتعريف من هنا توضحت الصورة وأقول لكم أيها الأحباب عندما اكتملت هذه الصورة من هو هذا؟ والوحي أجاب عنها وأخبرنا أن هذا هو المسيح ابن الله المولود من الآب ابن الآب الوحيد من الآب يحنى واحد أربطعش عندما اكتملت هذه الصورة أصبح الحديث عن الثلوثي واقعاً وثابتاً لماذا؟ لأنه ما عنا أسئلة وشكوك حول إن كان روح الله هو مساوى لجوهر الله معنا لأن روح الله يعني الله في عنا تساؤل حول الإبن وبخاصة في التجسد خاصة أنه ظهر إنساناً بيننا لا يفرح عنا بشيء فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضاً كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اشترك هو أيضاً فيهما يعني صار بشراً مثلنا من هنا كان هناك هذا التساؤل من هو هذا؟ يا مريم الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضللك من أجل ذلك القدس المولود منك يدعى ابن الله هذا جاي من فوق من أجل ذلك نكرر دائماً أن يسوع المسيح مخلصنا لم يكن إنساناً تألى بل هو الإله الذي تأنس الذي هو من فوق هو فوق الجميع يلي هو من تحت لكن يسوعنا جاء من فوق وحل في أحشاء مريم متجسداً أمين؟ من هنا اكتملت الحقيقة في نهايات العهد الجديد في الكتاب المقدس مع كتابات يحنم كان بولوس قد ابتدأ يتحدث عن صورة الله غير المنظور كان يتحدث عن الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصاً يكون مشابهاً لله رسالة العبرانيين الذي هو بهاء مجده ورسم رسم الصورة رسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمته القادرة كانت هذه ابتدأت يحنى وضع النقاط على الحروف وأكملها من جهة مساواته مع الآب في طبيعته الإلهية من هنا نستطيع أن نؤكد أن الثلوث لم يكن ابن الثقافة اليونانية والثلوث ليس ناتجاً من احتكاك المسيحية بالفلسفة اليونانية إنما الثلوث هو مركوز في العهد القديمي وتفتح في العهد الجديد وما فعله الأباء بعد ذلك هو أن يشرحوا ما في الكتاب لا أن يأتوا بما عند الفلسفة اليونانية هذا الرد على كل من يعترض بالقول أن يسوع نشأ في اليهودية إنساناً عادياً والله واحد في اليهودية أما مسألة الثلوث فهو اختراع يوناني عندما احتكت المسيحية باليونانية في القرون الثلاثة الأولى هذا غير صحيح إن فكرة الثلوث كما هي واضحة في الكتاب المقدس هي نتيجة الإعلان الإلهي في الفكر السامي العبراني لا الفلسفة اليونانية وهذا يجب دائماً أن ندافع عنه عندما ابتدأت أيها الأحباء النقاشات حول الثلوث وكيف نفهمه قل ما اعترض العالم الوثني على ذلك لكن كانت الصعوبات تأتي من أناس في الكنيسة لم يقدروا أن يستوعبوا الفكرة وابتدأوا يطلقون أفكاراً تصحوا أو لا تصح عن علاقة كل من الآب والابن والروح القدس فيما بينهم من أجل ذلك كان الأباء يدافعون عن الحق عن الله الثلوث عن هذا المفهوم الكتابي يدافعون من الكتاب يتفحصون الكتاب وعندما كان آخر هؤلاء يعني مش آخر هؤلاء فيما بعده إجا كمان لكن كان قد تطورت الفكرة وأصبح هناك تحديات وجاء آريوس ليقول أن الابن مخلوق أن الآب خلق الابن وبه خلق كل موجود هنا ابتدأ الصراع الفكري الكتابي والأفريقاء تمسكوا بما في الكتاب لكي يؤكدوا حقيقة أن إن كان هناك ثلوث أو لا وهذا الخلاف الذي الذي أزعج الكنيسة كثيرا وبقي نحو أربعة قرون يبث أفكاره البدعوية هنا وهناك إلى أن انمح بانتصار الحق بما دافع به أثاناسيوس الشماس الشاب الشماس الإسكندري عندما وقف يواجه فكر أريوس ويقول له يا أريوس أنت بدك تحافظ على وحدانية الله أنا معك لكن لا تحافظ عليها لا يجب أو لا يمكنك أو لا يجوز أن تحافظ عليها بنكراني مولودية الإبن من الآب وجعله مخلوقا يمكنك أن تحافظ على وحدانية الله بالتمسك بأن الإبن مولود من الآب دون أن تدخل في مسألة أن الإبن هو مخلوقا وهذا كان دفاعه العظيم في تلك الفترة استند أريوس في اعتراضه على ألوهية الإبن وعلى ثلوث لأنه لا يكتمل إلا إذا كان الإبن هو مساوى للآب في جوهره أعترد أريوس على ألوهية الإبن وعلى ثلوث بالقول أن الكتاب يقول إذا ربطتم الحكمة في سفر الأمثال ثماني بيسوع المسيح فهو قد خلق والله أبدأه حسب النص هناك وإذا بدك أن تجل عند بولوس بولوس يقول عنه أنه بكر كل خليقة إذن هو أول الخلائق يعني الله خلق بالأول وإذا جئتم إلى سفر الرؤية يقول سفر الرؤية في الفصل الثلاثي بصريحة العبارة عن يسوع المسيح أنه بدأت خليقة الله وكانت هذه الآيات مع آيات أخرى كثيرة عندما كان يسوع يعبر بالقول مثلا أبي أعظم مني عندما كان يقول الرسول بولوس إله ربنا يسوع المسيح عن الآب كان عندهم أشياء كثيرة ممكن يستعملوها ليقولوا أن الأبن هو مخلوق وأنه غير مساوى للآب في جوهره وطبيعته الإلهية هو مخلوق كأحد الملائكة هو مخلوق أول الخلائق وبه خلق الله الملائكة هو البكر بين الخلائق هذا كان يدعونه وأثر هذا الفكر في بعض الأساقف تلك الأيام وفي بعض القادة الروحيين واجتهد أثاناسيوس وغيره من الذين حفظوا الإيمان مثل ثيوفيلوس ومثل ترتوليان حتى يأكدوا أن الله ثلوث وأن لهوت الأبن لهوت ثابت وأثاناسيوس أيضا الذي عاش في تلك الفترة يعني لمن وضع قانون الإيمان النقاوي 325 مسيحية كان أثاناسيوس شاب ربما بعمر الخمسة وعشرين كمان بتصور هذا الأمر كان بعده شماش لكنه كان متمكن من الفكر الكتابي وكان لولا بالحركة عندما اجتمع الأساقفة وعددهم شي ثلاثمية في نيقيا في نيقيا ليس في نيقيا في نيقيا وهناك قاد روح القدس الأساقفة لكي يفسروا كلمة الحق بالاستقامة فقالوا المولود من الآبي قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب بالجوهر الذي به كان كل شيء وإلى اليوم نتمسك بهذه العبارات حتى الموت كيف دافعت الكنيسة الباكرة ضد بدعة آريوس دافعوا بالقول أنت يا آريوس تقول وهذا الدفاع هو دفاع أثاناسيوس أنت يا آريوس تقول أن الحكمة في أمثال 8 إذا نسبناها إلى يسوع المسيح تتحدث عنه قبل الخليقة وتشير إليه وتقول أنه خلق أو أبدأ نستطيع أن نجيبك بالقول أنه كما أنه في النص هناك خلق أو أبدأ في أيضاً ولدة وفي منذ الأزلة مسحته وعينته وفينا نجيبك بالقول أنه لا يجوز أن يكون الله بلا حكمة منذ الأزل ثم يأتي يوماً فيه يخلق الحكمة أي لم يكن حكيماً ثم أصبح حكيماً عندما خلق الحكمة الحكمة دائماً أزلية وهي في طبعه وجوهره وصفة من صفاته من أجل ذلك قولك هذا مردود ونضحضه أما قولك أن أبولوس يقول أن المسيح بكر كل خليقة فأنا جواب هو مع جواب كثير من العلماء التفسير من أباء الكنيسة حتى اليوم فالجواب هو أن كلمة بكر كل خليقة لا تعني أنه أول الخلائق بل تعني أنه مولود قبل كل خليقة لأن الله ولده ثم أوكل إليه أن يقوم بالخليقة فبه كان كل شيء ما معنات هذا؟ أنتو تعرفوا ما معنات كلمة بكر؟ كلمة بكر يعني المولود قبل أخوته أو المولود قبل جنسه ما معنات كلمة بكر؟ تعرفوا أنتو أنه هذه الكلمة بكر تطلق في الكتاب المقدس وتطلق في قواميس اللغة على المولود الأول بين البشر والمولود الأول في عالم الحيوان والمولود الأول النبت الأول في عالم النبات نقول بكر بين أخوته نقول قدم من أبكار غنمه ومن سمانها قدم هبيل من أبكار غنمه يعني الولدانة بالأول عن الحيوانين بعدين في بكورات الغلال وهذا يعني أن الأمور اللي فيها ولادة وتأتي بالولادة مش بالصنعة الأمور اللي تأتي بالولادة ما نسميها؟ بكر لكن إذا أنت عندك مصنع حجارة الحجر الأول اللي بتعمله بمصنعك ثم الثاني والثالي ما فيك تسمي الحجر الأول بكر لأنه مش جاي بالولادة إذا عندك مصنع شو بدي أقول؟ للجبن أول علبة جبن بتطلع من الفبراكة عندك ما اسمها بكر إنتاج الجبني لكن الولاد إن كان من عالم الإنسان أو الحيوان أو النبات اسمه بكر هذا يعني أنه مولود قبل كيف ممكن تطلق بكر على عالم الخليقة المادية؟ من أجل ذلك بكر كل خليقة تعني الذي ولد المولود قبل كل خليقة ولأنه مولود قبل كل خليقة والكلمة بكر مستعملة هذا يعني أنه الأسمة أيضا مش بس مولود قبل كل خليقة لأنه بينتهم الملائكة كمان يصبح المولود قبل وشو كمان؟ والأسمة كما يسمو الإبن مقاما على إخوته يكون الأسمة فوق كل الخلائق له المجد للأبد من أجل ذلك لحظوا بالإنجليزي بعض منكم بيعرف إنجليزي ما نقول بكر بالإنجليزي؟ ما معناتها؟ أول مولود قبل ترجموه بالعربي المولود الأول أول مولود المولود الأول ما عندهم كلمة مثل عنا بكر أول مولود الأول وهذا كان رد على أريس أن يسوع المسيح عندما قال الكتاب عنه بكر كل الخليقة لا يعني أنه كان أول المخلوقات بل كان الذي ولد قبل كل خليقة وبه تمت الخليقة الذي به وله بشك بول بكولوسي من بعد مباشرة صنع الكل الذي هو قبل كل خليقة وبه يقوم الكل هكذا يعبر عنه رسول بولوس ومن جهة يحنى الفصل الثلاثي برسالة إلى أهل الوودكية عندما يقول بدأت خليقة الله هذا يعني أنه ليس هو أول المخلوقات بدأت خليقة يعني الله بدأ بخلقه لا هو بدأة خليقة الله بمعنى أنه هو الذي أبدأ خليقة الله هو بادئ خليقة الله الذي أبدأها الذي أوجدها يعني الذي هو الأصل ليس به كان كل شيء كان قبلا وهو به كان كل شيء إذن الذي هو أبدأ الخليقة من أجل ذلك أحبائي قبل سفر الرؤية بين الأسفار القانونية لو كان معناها أنه المسيح البداء بمعنى أنه أول المخلوقات كان نقبل سفر الرؤية بين الكتب القانونية وتم قبول هذه الأسفار بعد قانون الإيمان النقاوي 325 ما كان نقبل لو معناتها أنه هو أول الخلائق لكن لأنه معناها واضح أنه هو الذي كان بدأت الخليقة بمعنى أنه الذي أبدأه تم قبول هذا السفر بين الأسفار القانونية اسمه سفر الرؤية هكذا ضحض ضحضت الكنيسة الباكرة أفكار أريوس ونصت في قانون الإيمان أن الإبن والآب متساويان في الجوهر والتفسير أيها الأحباء هو التالي انتبهوا ما نصنعه صناعة لا يكون مساويا لنا في الجوهر فأنا أو أنت أو نحن كبشر عندما نصنع هذه الآلات نحن بشر وهذه حديد أو بلاستيك أو زجاج عندما نصنع هذه نحن بشر وهذا بلاستيك عندما نصنع هذه نحن بشر وهذا ألومينيو أو معدن هذا خشب هذا قماش هذا حجار كل ما نصنعه صناعة هو مختلف عن طبيعتنا والله عندما خلق الكون بكل ما فيه خلقه خلقا أي من غير طبيعته لأن الخليقة هي أن تأتي بالأمر أو الشيء من العدم إلى الوجود فالله عندما يخلق يخلق من العدم يأتي به من الشيء إلى الوجود ليس منه بل من العدم إلى الوجود هذا الخلق وأنا وأنت عندما نصنع شيئا نصنعه من خارج طبيعتنا ولكن عندما نلد نلد من طبيعتنا أولادنا من طبيعتنا هذا يعني أنا بشر هذا بلاستيك أنا بشر وهذا قماش أنا بشر وهذا خشب لكن أولادي أنا بشر وهم بشر نفس الطبيعة نفس الجوهر أباؤنا كانوا بشرا ونحن أولادهم نحن بشرون أولادنا سيكونون بشرا أولاد أولادنا من آدم إلى اليوم لأننا نأتي بالولادة بالولادة يحافظ على النوع والجوهر والطبيعة الواحدة من أجل ذلك عندما كان التركيز على أن الإبن مولود من الآب بالنص الكتابي وفي قانون الإيمان هذا يعني أن الإبن هو من جوهر الله وطبيعته وخاصيته بكلم أخرى عندما البشر يلدون يلدون بشرا فاللهوت عندما يلدوا يلدوا ماذا؟ يلدوا لهوتا على هذا الأساس كان التركيز على الولادة لأن بالولادة حفظ الطبيعة الواحدة بين الأب والإبن من أجل ذلك لاحظوا الكلمات إله من إله نور من نور وهذا ببعد فكرة أنه صار في زواج وولد المسيح ببعد فكرة الجسدانية عن الموضوع يعيدها إلى الناحية الروحية نور من نور طبعا إله حق من إله حق ما يعني؟ يعني المسيح إله حق الإبن إله حق من أين صادر؟ من؟ من إله حق ما يعني؟ يعني الإبن عندما صدر من الأب لأن الأب مصدره إلى حق من إله حق يعني هذا الخروج هذا الصدور من الأب لم يحدث أي تغير في طبيعة الإبن الإلهية كما أن الأب إله حق الإبن صادر منه إله حق نفس الطبيعة حق يعني تامة يعني كاملة يعني نفس الشيء لذلك هذه العبارات لها معاني عميقة ويجب أن ننتبه إليها هي الدفاع الأول والأخير إذا شئتم عن إيماننا المسيحي لا يزال إلى اليوم قانون الإيمان النقاوي هو محك الإيمان هو الحجر الذي نمتحن عليه كل إيمان عندنا وبخاصة في بيئتنا نحن هنا في الشرق الأوسط محاطين بأديان لا تفهم هذا تماما وقد حفظ الإيمان المسيحي وحفظ المسيحيون لأنهم تمسكوا بهذا القانون لأنه كانت تعبير عما في اللهوت المسيحي عن أن الإبن مساوي الآب في الجوهر من أجل ذلك نجد بعد ذلك في قانون الإيمان مولود غير مخلوق ولأنه أخ ميلادي مولود غير مخلوق إذن هو يساوي الآب في الجوهر لو كان مخلوق ما كان بيساوي الآب في الجوهر لأنه مولود فهو يساوي الآب في الجوهر لأن كما قلنا إن كان البشر عندما يلدون يلدون بشرا فاللهوت عندما يلدوا يلدوا لهوتا مساوي الآب في الجوهر هو والآب جوهر واحد كما في النص اليوناني لهذا القانون هو والآب جوهر واحد من أجل ذلك أيها الأحباء كما قلت المرة الماضية نستطيع أن نعطي كل الألقاب الإلهية التي نطلقها على الآب نطلقها على الإبن إلا واحدة أن الآب هو المصدر وأن الإبن والروح صادران من هذا المصدر لكن بالنسبة للجوهر والطبيعة كل ما نطلقه على الآب نطلقه على الإبن وعلى الروح القدس أدي مثل إذا بتقول عن الآب قدوس الإبن والروح أيضا القدوس المولود منك ما اسمه الروح القدس روح القدس روح القدس شيء إذا بدك القدرة الوجود في كل مكان العلم بكل شيء ما بدك ما في بعد الحكمة المعرفة كله الموجود في الآب موجود في الأب موجود في الروح من أجل ذلك نجد لهم ونمجد الآب والإبن والروح القدس هذا كان دفاع الكنيسة الباكرة عن الآلوس لماذا لم ينشأ هذا في العهد الجديد لم ينشأ هذا في العهد الجديد يعني بالقرن الأول لأنه ما كان في آريوس بالقرن الأول إجا أريوس بالقرن الرابع يعني بين 285 إلى يمكن 340 أو شيء المسألة هنا أنه بهذا الوقت إجا هذا التحدي وقابله الأباء من أين قبلوه قبلوه من الكتاب أنا قلت لكم المرة اللي فاتت أنه كلمة مولود مأخوذة من رسالة يوحنى الأولى الفصل الخامس والآية 18 ليس بترجمة فندايك وأنه مش بس ابن الله هكذا لقبه في العهد الجديد بل لقبه أيضا ابنه الأب برسالة يوحنى الثاني مثلا عدد أربعة ابن الأب حتى ما حدا يقول شي يوم أنه ابن الله معناته ابن الملك هذا كان يطلق على الملوك في العهد القديم أنت ابني أنا اليوم ولدتك عند تنصيب داود أو غيره أو سلعيمان لا في شيء أعمق من هيك في هذه العبارة ويحنى يضعها في موضعها الصحيح ابن الأب وولد الابن في عالمنا وجاء صار بشرا هل تحول من حالة إلى حالة بكلمة صارة هل تحول من لهوت إلى نسوت أي لم يعد الإله أصبح بشرا سوية معادي الإله لأنه كلمة صارة شو بتعني بتعني تحول يحنى يريد أن يستعمل هذه العبارة يريد أن يقول صارة أي تحول لكنه لا يريد أن هذا التحول أفقد الابن لهوته بده يقول الابن تحول إلى بشر وبقي إلها كيف حطها بأي عبارة والكلمة صار بشرا وحل بيننا ورأينا تبهوا ورأينا مجده مجدا تبهوا هون كما لي وحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا شو يعني كما لي وحيد من الآب شو معناتها معناتها الوحيد يعني المولود الوحيد يمكن عندك ابن وحيد شو اسمه الوحيد نفس الكلمة كان لهايدي الأرملة ابن وحيد وقف يسوع وقال له قم قام رده إلى أمه نفس الكلمة مونوجينيس ابن وحيد وحيد من الآب يعني ابن وحيد شو معنات من الآب والبراثيو جنتيف إضافة مصدرية شو بيصير معناها وحيد من الآب بيصير معناتها مولود وحيد المولود الواحد من الآب بيقول يحنم كما لوحيد من مش الله وحيد من الآب هذا التركيز أيها الأحباء هنا من أجل ذلك يسوع بذاته قال وانتبهوا لهيدي قال يسوع بذاته كما أن الآب له حياة في ذاته هكذا أيضا أعطى اللبن أن تكون له حياة في ذاته شو معناتها العبارة الثمينة الآب له كيان كما أن الآب له حياة في ذاته ولأن الابن مولود من وين كذلك أعطى الابن أن يكون له حياة في ذاته أي الابن كان في الآب والآب أصدره منه ولده ولأنه وله حياة في ذاته ككائن خاص أعطى الابن أن يكون له هذا الكيان الخاص من أجل ذلك نسميه الأقنوم من سميه الذات من سميه شو كائن بذاته لأنه صادر من الآب وله وجوده الذاتي يعني يعني الله بيصير يقدر يحكي معه كشخص مثله بيصير يحكي مع الروح القدس بيصير عندنا الآب والابن والروح القدس مش هنهيكي عندنا تبهو عندنا الله الواحد في ثلاثة أقنين الآب والابن والروح القدس الوحدة بينهم الوحدة بينهم قائمة في الجوهر والتمايز والتمايز بينهم قائم على الأقنومية واحد في الجوهر وتمايز في الأقنومية الآب له كيانه الخاص لكن هو بالجوهر مع ابنه واحد مع روحه واحد الروح له كيانه الخاص لكنه في الجوهر هو واحد مع الآب والابن والابن له أقنومه الخاص شخصه الخاص كيانه الخاص حياته الخاص لكنه في الجوهر يشترك مع الآب ومع الروح في الجوهر الواحد لأن الابن والروح صادران من الآب فأصبح لهم جميعا الجوهر الواحد من الآب في كل منهم إلى هنا ثلوثا واحد في ثلاثة أقنين مرة جديدة أقول هلليلويا يعني التسبيع للرب لياه تسبيع للرب من هنا أحبائي كانت قيمة هذا القانون بدي يتوزع هذا إليكم بسرعة شوية شكرا لاحظوا هذا القانون قانون الإيمان النقاوي القسطنطيني وهذا القانون الإيمان القسطنطيني وضع سن ثلاثمائة وخمسة وعشرين وأكمل في ثلاثمائة وواحد وثمانين أبدأ في نيقيا سن ثلاثة وهمسة وعشرين ثلاثمائة وخمسة وعشرين وأكمل في القسطنطينية في عام ثلاثمائة وواحد وثمانين فأصبح اسمه قانون الإيمان النقاوي القسطنطيني سنقرأ مع بعضنا أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولودي من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاطس البنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس نقطة أفو وبالروح القدس هنا انتهى قانون الإيمان النقاوي بعد كلمة وبالروح القدس لمن اجتمعوا هالأصاقف في السنة 381 أكملوا هذا القانون وصار هذا القانون يقال عند المعمودية مرشح المعمودية يتلوه وكأنه يجيب عن كل الأسئلة التي يجب أن يسألها ثم يعمل في القسطنطنية ثلاثة واحدة ثلاثمائية وثلاثمائين تابعوا فقالوا الرب المحي وبالروح القدسي تابعوا الرب المحي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب واللبن مسجود له وممجل الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموت والحياة في الدهر الآتي آمين كلمة والابن والابن إذا بتلاحظوها في ملاحظة في أسفل الصفحة أرجوكم أن تنتبهوا لها أضيفت كلمة اللبن سنة خمسمائة وتسعة وتمانين في مجمع توليدو في إسبانيا ثم انتشرت في الكنائس الكاثوليكية في القرنين السابع والثامن وما بعده السابع والثامن يعني بالستمائة والسبعمية وإلى اليوم عندما نقول الثلوث الأقدس فهذا يعني أن الآب والابن والروح القدس متساوين في الجوهر أي لهم جوهر واحد ومتميزون في الأقنومية لاحظوا في قانون الإيمان هذا 325 أنه كان ثالوثيا لعظيم كان ثالوثيا بمعنى بالسطر الأول أؤمنوا بإله واحد أو نؤمن بإله واحد في العدد الثاني في السطر الثاني يعني الثاني وأؤمنوا هذه كلمة وا تشير وأؤمنوا برب واحد يسوع المسيح بتماني وبالروح القدس حطوا نقطة هذا بقانون الإيمان النقاوي 325 كان إيمان الكنيسة ثالوثيا هذا واضح هنا ما معنى أن نزيد كلمة واحدة وبالروح القدس ولا نتحدث عنه بشيء لم يكن هناك مشكلة حوله إنما المشكلة كانت حول الإبن لكن مثلا لم يكتفوا بالقول نؤمن بإله واحد وبرب واحد وما يقولوا وبالروح القدس مع أنه ما بدون يقولوا شيء عن الروح القدس لكن يكفي أنهم وضعوه بالاسم تبهتوا ليؤكدوا أن إيمانهم بالله هو إيمان ثالوثي يؤمنون بالله الثالوث الار والبان واروح القدس أمين لم يذكر في هذا البيان أو هذا القانون لم يذكر كلمة ثالوث كانت كلمة ثالوث قد ابتدأ استعمالها حوالى مي وخمس وسبعين بعد المسيح ثيوفيلوس هو أول من تكلم عن ثالوث باستعمال الكلمة اليونانية ترياس 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 ثم جاء بعده تيرتوليان ليتحدث تقريبا في العام 225 عن نفس اللفظة مستعملا هذه المرة لأنه غربي لفظة الثالوث باللاتينية ترينيتاس وهذا يعني أن الكنيسة كانت قد استعملت هذه الكلمة ثالوث قبل قانون الإيمان بنحو مية أو مية وخمسين سنة لم يستعملوها هنا ربما لأنها لم تكن منتشرة كفاية في ذلك الزمن لكن تأكدوا أننا إذا استعملناها أو لم نستعملها لا يغير واقع أنها تصف تماما الإله الذي يعلنه الكتاب المقدس أنه آب وابن ورفو قدس أنه ثالون نحن عندما ندرس في الكتاب المقدس حول الأقانيم أي حول الآب والابن والروح القدس نجد أن الآب له طبيعته الخاصة وأن له شخصيته وهو يقوم بأفعال وهو يفكر من ذاته وهو يتشاور مع غيره وعندما نرى صفات الابن نجده كذلك يقوم بأفعال بإرادته الذاتية ويتمايز عن الآب ويخاطبه والروح القدس كذلك له أفعال تدل على شخصيته الخاصة وأن له انفعالات لا تحزن الروح شيء؟ مثلا لا تخطئ ضد الروح وأهل مجرد في أمور أنت لم تكذب على الله بل أنت كذبت على أنت لم تكذب على الروح القدس بل أنت كذبت على الله حنانية وهذا يدل على أن لكل من الآب والابن وروح القدس الصفات الذاتية وصفات الأغنمية أي أنه قائم بحد ذاته والجوهر الواحد يجمع الجميع يجمع الكل لكن يتميزون في أقنيمهن من أجل ذلك جاءت كلمة ثلوث لكي تصف هذا الواقع في إلهنا ثلوثي فسمي ثلوثا وأرجو في استعمالاتكم وموعزكم وفي كتاباتكم ألا تستعملوا لفظة مثلث فمثلا يترجم مرات كلمة الثلوثي تترجم مرات الإله المثلث الأقنيم ما تستعملوها لأنه لمن نقول مثلث يعني نرجع من حط الله نخضعه إلى المعادلات الهندسية والشكلية منسمي الثلوث والنسبة إليه مش مثلث النسبة إليه الثلوثي فنتجنب كلمات المثلث ممكن نفهمها لكنها قد تسيء أكثر مما تفيد فلنستعمل الثلوثي بدل المثلث ثم لنتجنب القول الذي يقوله الغربيون لأنهم لأنهم غير راسخين في علم الثلوث وأفصدوا في أمريكا ومرات تأتي كتب من عندهم إلينا تترجم وتترجم بلا انتباه إلى المعاني الحقيقية للكلمات فيقولون مثلا الله الآب والله اللبن والله الروح القدس مع إيماننا بأن الروح القدس واللبن لهما الجوهر الإله ذاته لكن عندما نقول الله الآب الله اللبن الله الروح القدس فهذا يعني تماما أننا نؤمن بثلاثة آلهة ولا نؤمن بإله واحد في ثلاثة قن أفضل استعمال هنا أن نقول الله الآب عن اللبن ابن الله وعن الروح القدس روح الله أو الروح القدس لكن أن نقول الله الآب الله الربن الله الروح القدس مثل ما يقوله بالإنجليزي الله الرب الله الريح القدس الله الريح القدس هذه ما بتعبر تماما عن فهم عميق لمسألة الثلوث لازم نميز ونعرف كيف نطلق لأنه أي تضطر في شوي هيك أو تضطر في شوي هيك بوقعك بالبدعة لاحظوا أهمية هذا أيها الأحباء بالنسبة لالله الواحد نحن عندما نقول نؤمن بإله واحد في ثلاثة أقنيم نؤكد إيماننا الدائم الكتابي والتاريخي أن المسيحية والمسيحيون ونحن منهم نؤمن بإله واحد ولا نؤمن بتعدد الآلهة ونؤكد أيضا أنه ما عندنا ثلاثة آلهة عندنا إله واحد في ثلاثة أقنيم هذا كنت انتبهول وإيماننا بالإله الواحد وتمسكنا بالإله الواحد لم يأتي بسبب دفاعنا ضد اتهام جيراننا لنا أننا كفار أو أننا نؤمن بتعدد الآلهة لا مش عيد السبب نحن نؤمن بوحدانية الله قبل وجودهم قبل وجود جيراننا ونحن ندافع عن أن الله واحد من أول إيماننا يعني من الرب يسوع المسيح وهذا ما يعلنه العهد القديم الله واحد كيف نحافظ على الإيمان بإله واحد ونحن أيضا من آمن أنه ثلوث عندما نؤمن أن الإله الواحد يلد اللبن ويبثق الروح يولد منه الابن وينبثق الروح هكي من كون حافظنا على الإيمان الواحد الإيمان بإله واحد ونفس الوقت أنه ثلوث هذا ما ننتبه له شوفوا مثلا أنتو بتكتبوا مرات مشيك مرات بتعبروا مرات بتوعظوا مرات بتشهدوا بتقولوا تعبروا عن إيمانكم إذا سألتك أخي يسوع هو إله شو بيكون جوابك نعم بس انتبه أنت ما عم بتقول أنه إله إلى جانب الله كإله ثان أنت عم بتقول عنه أنه إله لأنه طبيعته هو والآب طبيعة إلهية واحدة فهمتوا لي لماذا نقول مرات كتير نحن مندافع عن لهوط الروح القدس مشيك أنه إله لكن أنت عم بتشد أنه الروح القدس إله وليس قوة انتبه أنت عم بتقول أنه إله وليس قوة أنت مش عم بتقول أنه إله ثاني غير الآب أنت عم بتقول عنه إله بمعنى أن له صفة إلهية هو والآب من جوهر واحد من أجل ذلك هو لهو وإلا إذا كنت عم بتقول الآب إله والإبن إله تبدو صح قولوا إذا أنا غلطان الله الآب إله والإبن إله والروح القدس إله إذا أبو أفهوني عم بحتي صح بس إذا أبو أفهوني عم شو عم بعليم أنا بتلات أهلي عم فبالتو كيف فبدنا نكون متوازنين في تعليمنا بحيث عندما نشدد على لهوت أو إلهية أو إلهية أو لهوت شو بعد فيه وألهية وإلهية وألهية ولهوت كل واحد من الأقامين يجب أن ننتبه أننا نصفه ولكن مش عم نقول عنه أنه إله آخر غير الآب نصفه عم نصفه أنه ولهوت أنا له الصفة الإلهية لكن تبهوا ما عم نقول عنه شوف إله ثاني وإله ثالث وهذا دائما ما نكون من تبهين له عبر عن بكل حرية قول الرب يسوع المسيح هو إله اسمه إله من إله شاهد لكن تبهوا مش معناته إله تاني إله من إله يعني من الجوهر الواحد هذا بالضال بفكركم لما نشوف أنا عبارة الله الآب الله الابن الله الروح القدس بقولها الجماعة لازم يدرسوا أكتر الإيمان المسيحي إذا بيسمحوا لي عوض بالغروب الإيمان المسيحي الشاب بعدنا قدرين نعلمون إذا بيعلمونا تكنولوجي منعلمون إلهيات مش يخدونا الإلهيات كمان ويعلمونا يعلمونا إختراعات أوكي بس يدرسوا لنا الإلهيات قلنا نحنا منعلي نحنا هذا كتاب من ابن بلدنا الكتاب ابن شرقنا واللهوت من هنا وكنائسنا شرقية هي مصدر كل الكنائس لازم ننتبه لهيضا أيضا ماذا أقول بعد يمكن نتهى الوقت لازم واقفون ويكون عندنا بريك لكن أرجو دائما وأخدم بهذه الجملة وانتبهوا لألها عندما نتحدث ونتكلم عن الثلوث نحنا مش عم نحاول نحل معضلة فكرية نحنا عم نحاول نحكي عن إلهنا بتعبير عبادي نحن عندما نشرح الثلوث نتعبت عندما نشرح الثلوث ننطق بالهتاف هللويا وسمعتموها مني عندما نتحدث عن الثلوث هو لنمجد الآب والابن والروح القدر لكي نمجد الله إلهنا الواحد الثلوث أمين من أجل ذلك صحيح في فكر وفي جهد وفي عمق لكن في عبادة أيضا ما ما نخلي الأمور الفكرية فقط تخذنا أو تجذبنا ولكن الذي يجذبنا في النهاية هو الله إليه فنتعبد له ونكرس العمر له أمين وأختم البركة لجميعنا باسم الآبي والابن والروح القدس الإله الواحد أمين